لم يعد يختلف العلماء والأطباء على آليات مواجهة فيروس كورونا معظمهم أجمع على أن وسيلة المواجهة الأسلم ستكون على مستويين الوقاية منه والتعايش معه آخر المتحورات أوميكرون XE لا تختلف كثيرا عن نزلات البرد والإنفلوانزة العادية وفق منظمة الصحة العالمية تشمل أبرز أعراضه ارتفاع درجة الحرارة السعال تغير حاستي الشم والتذوق وضيق التنفس وسواها هي تقريبا نفس أعراض السلالات السابقة والتي باتت معروفة أوميكرون XE من سلالة أوميكرون الأصلي BA1 والمتفرع من BA2 وليعتبر شديد الخطورة بل يأتي وقعه أخف وطأة من أوميكرون الأصلي تشير الدراسات المبكرة إلى أنه يتمتع بميزة معدل انتشار بنسبة 10% فقط أي أنه ليس شديد العدوى مقارنة بمتحورات أوميكرون السابقة بعض الدول بدأت تعدن عن تسجيل إصابات منها اليابان التي سجلت أول حالة إصابة بالمتحور الجديد فيما كانت بريطانيا قد أعلنت أيضاً عن عدد من الحالات لديها يجزب العلماء أن متحور أوميكرون XE ليكون الأخير بل سيشهد أيضاً ظهور متحورات متتالية غير أن ذلك لا يعني العودة إلى الإغلاق الشامل بل على العكس فالأطباء يؤكدون أن مع كل تغير يطرأ على الفيروس تخف حدته يتحول تباعاً إلى ما يشبه الإنفلوانزة العادية التي بدورها تشهد تاريخياً متحورات لا متناهية بالتالي ليشهد العالم قريباً انتهاء كورونا أو حتى القضاء عليه بل إن التعايش مع كورونا ومتحوراته سيكون السبيل الوحيد للعودة إلى ما كان يعرف بالحياة الطبيعية